المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة في العراق علي طارق علق على تطبيق نظام الحوكمة الإلكترونية وبيّن أن تعميم هذا النظام على مؤسسات الدولة سيؤثر إيجاباً في القطاعات المالية والاقتصادية ويحافظ عليها من الفساد الإداري أتمت العمليات إن كانت مالية أو أتمت بشكل عام تؤثر بشكل مباشر على القطاع المالي والاقتصادي تأثير هذا إيجابي كبير أولاً من ناحية حفظ وتوثيق البيانات إن كان في اتجاه التحويلات المالية طبعاً هذه كلها تكون موثقة ومسجلة في هذه الأنظمة بيانات الموظفين المواطنين رواتبهم في المصارف ستكون موثقة لأنه لا يمكن فتح حساب مصرفي لشخص غير موثف وإنما هو شخص موثق كموظف لديها هوية وظيفية رقم وظيفي مستمسكات رسمية